مشاكل وتعقيدات تواجه وافدين على إدارات عمومية ارتبطت أحياناً بعدم مواكبة بعض المواطنين للإجراءات وعدم اندماجهم في التحديثات الجديدة فيما ارتبطت بعضها بشكل مباشر بضعف المستخدمين في الإدارات وتأخرهم في مواكبة تحديثات وتطورات البرامج المستخدمة لا بد أن نخضع كل الفاعلين والذين سيقومون بعملية الرقمنة من حيث الإنجاز والتنفيذ وتقديم الخدمات للمواطن يخضعون إلى عملية تدريب ورسكلة وتكوين سواء في مراكز متخصصة أو مدارس متخصصة أو جلب خبراء إلى المؤسسة لتكوينهم وهذا من خلال تخصيص ميزانية لهذا الغرض وهذه أهم النقاط التي ترافق عملية الرقمنة الرقمنة الشاملة على جميع المستويات محاور كبرى تراهن عليها الحكومة تمهيداً لمرحلة جديدة تسودها الشفافية والفعالية لخدمة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني ومواكبة النظم العالمية الحديثة المرسكزة على العولمة والتكنولوجيا كلما كانت العمليات مرقمنة وتمر عبر منصات آلية كلما كان دور الإنسان ودور بين قوسين الإنسان المستفيد من العرقلة أقل وبالتالي الأكيد أنه كلما كان قطعة مثل مالية أو أي قطعة آخر مرقماً وكل منصات إذا كانت تعمل وبشكل مركزي وبشكل مترابط كلما كانت العمليات تجري بوطيرة وريتم أحسن وكلما كانت المعلومة متوفرة عند السلطات المركزية مسار الرقمنة سيكون حاسماً بالنسبة إلى الجزائر بعد إتمام مساره خلال السنوات القليلة القادمة ما يستوجب تكاثفاً للجهود وتكاملاً بين الإدارة والمواطن لجني ثمار المشروع وتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة